السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين المتابعين في كل مكان ازايكم عاملين ايه يا حبيبي اخباركم ايه واخبار الصيام معكم ايه ما تقفلش الفيديو وكملوا للاخر ليه بقى؟ لان انا النهاردة جايب لك عرض من عروض اشجرنا عرض ما يتفوتش يا صديقي حرفيا 12 صنف زرع مختلف من افضل انواع الاشجار الخشبية تم انتقائهم بعناية حلوة عناية دي علشان تناسب كل الازواء وكمان تلبي كل الاحتياجات وعلشان احنا مش ملاحقين على طلبات حضراتكم في الشتلات ووفرنا ليكم البزور وكمان طريقة زرعيتها وعنايتها علشان لو انت قرضك بعيدة او موجود في اماكن النقل هيبقى فيها غالي فانت ممكن تشترك كيلو واحد من البزور دي في ال 12 صنف وكمان معاهم هدية نص كيلو هجليج ونص كيلو كاركا دي ببلاش يعني هتاخد اتنين كيلو بحق كيلو واحد طيب خلينا نشوف مع بعض البزور الموجودة في العرض ده ايه رقم واحد الاميرة والملكة المهوجني الافريقي شجرة من افضل انواع الاشجار الخشبية وتكلمنا عليها كتير وهتلاقي فيديوهاتها كمان كتير في القناة كل الاصناف دي موجودة في القناة طيب رقم اتنين معانا مين البورماتيك رخمة شوية في زرعيتها ولكن معانا هتزرعها وهتنبتها بعون الله رقم ثلاثة النب البلدي او السدر واتكلمنا علي فوائده وكمان طريقة زرعته رقم اربعة مين السرسوع من اغلى انواع الخشب في مصر وفرنا بزرعها حصريا لان بزرعها نادرة جدا ومش موجودة رقم خمسة السر البلدي الشجرة دي جميلة جدا وليها فوائد عظيمة جدا وهي هتبقى مستقبل التشجير في مصر عشان كده وفرنا لكم بزرتها لان شتلتها بالفعل غالية رقم ستة مالكة الاشجار الخشبية من اجود واغلى انواع الاشجار الخشبية التكسوديوم يمكن ناس كتير منكم معرفوش عني حاجات كتير فهتلاقوها برضو على القناة ستة الجزورين بتاعنا على فكرة سعره كل يوم بيزيد علشان الاقبال عليه كتير والمعروض منه قليل رقم سبعة القفور البلدي وكمان في قفور لايموني بس ده بره العرض اللي عايزه بقى اسأل عليه لوحده رقم تسعة الليمون هو شجرة خشبية لا هو مش شجرة خشبية ولكن لو انت عايز تعمل مصد رياح مثلا مهاجني ولايمون قد نجيبتلك لاتنين عايز تعمل مصد رياح نبقوا لايمون موجود سرسعوا لايمون موجود صاروا بلدي لايمون موجود اي حاجة موجود مين بقى اميرة الاشجار الخشبية البولوني اهي بزورة هي اللي سألنا عنها وطلبها جبناها وخلي بالك دي بتتبع بالجرام من الشواء دول يزرعوا لك الله هو اكبر غابة بعد كده مين زان زلخت الشغرة دي يجد عنها بحبها حرفيا زان زلخت فيها فوايك كتيرة وليها اهمية كبيرة هتلاقيها برضو موجودة على القناة حبيبتي الغالية واللي انا متبني زراعتها في كل مكان في مصر وان شاء الله مش هسيب مكان في مصر لما زرحة فيها البان العربي طبعا كل انواع البزور دي هتم موجودة في واحد كيلو جرام بالزبط حضرتك هتاخد الكيلو في الاثناشر صنف دول ومعاهم نص كيلو هجليج ونص كيلو كركديه هدية والعرض كله على بعضي مفيش فيه تقطيع يا محترم علشان اللي بقولك ينفع اخد حتة من دي وحتة من دي عايز حاجة برا العرض فدي بوزن تاني بشغل تاني والله ومفيش كميات كمان فانا يا دوب الحاجة اللي موجودة وفرتها على قد العرض دوت اتناشر صنف ومعاهم صنفين هدية بسعر كيلو واحد كام السعر 1500 جنيه والشحن مش مجانا بقى انت هتدفع الشحن عشان هي دوب شائلة نفسها احنا شغلنا في البزور مش تجارة قد ما هو ان احنا بنحاول نساعدك في نشر ثقافة زراعة النشجار الخشبية وعلشان احنا مش قادرين نوفي طلبات حضراتكم من الشتلات ووفرنا لكم البزور لو عجبك الفيديو وحابب اي حد يستفيد من العرض دوت ياريت ما تنساش تشيره وتدينا تعليقك تحت الفيديو والحب اطلب العرض بتاعك علشان لو خلص مفيش تاني هم يدوب كلهم بالزبط حوالي 15 كيلو متقسمين بنفس الشكل ده فالحق اطلب البزور بتاعتك علشان لو خلصت مش هتلاقي تاني تحياتي لكم محمود حمدي وكل عام وانتم بخير